أهلاً بحضراتكم على رأيي اللي قال اللي بنا مصر كان في الأصل حلواني النهاردة هكلمكم عن حكاية المشبك الضمياطي أيوة اسمه كده في كل الدنيا منسوب للمدينة اللي اخترعته وعملته وبقى علامة مسجلة باسمها سيلوا بلدنا مفيش حد رايح ولا جاي من ضمياط إلا ويكون محمل مشبك هدية لكل الحبايب الكل بيوصيه إوعى تنسى المشبك رغم إن الدمائطة بيعملوا 248 نوع من الحلويات كلها أجمل من بعض بس المشبك حاجة تانية واسمها اتشبك مع المشبك قبل ما قلوكم إمتى وليه اسمها اتشبك مع المشبك لازم نعرف إن الحلويات الدمياطية لها شهرة عالمية وبتتميز بإنها بتتعامل من مكونات طبيعية وسر الصنعة بينقلوا جيل لجيل يعني صنعت الحلويات مراس عائلي وفيه ثلاث عائلات في دمياط هما الأشهر على الصنعة دي وبيشتغلوا فيها من 200 سنة وأكتر الدميطة مشهورين بالشطارة وصناعية في كل حاجة كل حاجة بيعملوها حلوة يعني جبنتهم أحلى جبنة القلبان عندهم حاجة تانية حتى الفول المدمس عندهم ليه طعم تاني أما بقى الأساس بتاعهم سمعته وصلة لأوروبا وأمريكا وبيطلبوا بالإسم ومش بس المشبك هو اللي بيعملوه حلوة عندهم كمان أصناف حلويات تانية مشهورة زي الفلية السمسمية الحموسية الهاريسة كمان عندهم حاجة تانية اللذي ده لقمة القاضي وكتير وكتير من الحلويات الدمياطي وفي كل مناسبة زي رمضان بتلاقي الناس وقفة طوابير على المحلات اللي بتبيع الحلويات الدمياطي ودي هتلاقيها في كل حتة في مصر من السلوم لأسوان طيب إمتى بدأ المشبك أنا أقول لك البداية شاب حلواني وسيم بيبيع في شوارع دمياط بضعته شاف بنت حلوة ورا مشربية شبكها نادت عليه واشترت منه الشاب قرر يخطبها ويتجوزها حبها من أول نظرة والسهر طول الليل يخترع في أكل حلوة يقدمها الهدية في يوم الخطوبة وفعلا في اليوم الموعود رح وقدم لها الحلوة الجديدة اللي استوحاها من مشربية شبكها وغطصها في العسل المشبك الدمياطي بقى له شهر عالمية من يومها وفي الشام كانوا بسمينه القاهرية نسبة للقاهرة والكلام ده مذكور في كتاب الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب وده كتاب أكل شامي لابن عديم الدمشقي كتبه سنة 731 هجريا وفي ملحأ خاص بالحلوة ذكر فيه اسم القاهرية ووصف دقيق للحلوة اللي بتروح لهم من القاهرة وقال إنها في مصر معروفة باسم المشبك وقال كمان إن الحلوة دي ظهرت في دمياط سنة 1262 يعني في القرن الترتاشر وذكروا كمان المقريز في كتبه وقال إنه بيتقدم في عيد النايروز الفاطمي مع الزلبية طيب المشبك ده بقى بيتعامل من إيه؟ استنوني بعد الفاصل نكمل حكايتنا مع المشبك المشبك المكونات الأساسية بتاعته دقيق ونشا وخميرة وسكر ومية ورد كمان معهم كونات تانية بتدي طعمه وريحة مميزة خلت المشبك يستولي على قلوب المصريين وكل اللي دق المشبك في الدنيا كلها الكل حب طعمه وشكله الدائري اللي على شكل خطوط متشبكة أو زي خطوط المشربية اللي قلن عليها الحلواني القديم أهم حاجة بقى زبطة العسل وكمية السكر ودي من أسرار الصنعة في دمياط وليها مواضين محددة يمكن حتى يكونوا بيقسوها بالملي وبعد تحضير المكونات تبدأ صناعة المشبك يصبوه من خلال جوزة هي اسمها كده اللي بتوزع العجين في الصجاد بشكل دائري والصجاد دي بتبقى مليانة بالزيت المغلي وتتساب العجينة في دقايق وبعدها تيجي مرحلة القلي وبعدين يتحط المشبك في إناء واسع مليان بالعسل بعد ما يتشرب العسل يتفرد على سطح واسع علشان يتهوى وبعدها يتلم ويتغلف ويتبع للزبون وبالهنة والشفا ومن الآخر وعلى رأي اللي قال إذا كان اللي بنا مصر حلواني يبقى أكيد من دمياط لأنهم أشطر ناس بتعمل حلويات في بر المحلوسة كله وهيفضل المشبك صنعة مصرية أصيلة وهيفضل اسمه مشبك دمياطي خلصت حلقتنا النهاردة بكرة في نفس المعاد حلقة جديدة من برنامج على رأي اللي قال داليا القطير